في آب 2014 خلال اشتياح داعش لمناطق سهل نينوى اجبر المسيحيون على النزوح قصرا اما هذه الكنيسة فقد حرقت ودمرت محتوياتها واشوهت تماثيلها وكسرت صلبانها اليوم وبعد مرور اكثر من عام ونصف على تحرير ناحية بارطلة شرقية الموصلة تعود اجراس كنيسة مارغو جيس للسريان الكاثوليك لتقرع مرة اخرى بعد غياب مؤلم لأكثر من اربع سنوات لتمتزج ايقاعات الطبول ونفخات مجوزة يحمله طلائع الكنيسة بعد ان تكفلت منظمات دولية وبمساندة ابناء المنطقة الذين عادوا باعمار الكنيسة لتكون اول كنيسة يعاد ترميمها في مناطق سهل نينوى تم الان تصليح الاضرار وتنظيف الكنيسة من كل الشوائب لكي تعود الى حلتها القديمة وتكون مهيئة للصلاة ولتمجيد ربنا ونحن فرحانين ان ننقل هذه الصورة الى جميع ابنائنا تقوص اعادة افتتاح الكنيسة تم من قبل رجال دين المسيحيين من كافة المذاهب اجتمعوا في حرمها ليرسلوا رسالة سلام للعالم اجمع عبر صلواتهم وتراتيلهم الايمانية بان هذه الارض لا تحيى الا بمكوناتها المختلفة مع انشاء متحف للكتب ومقتنيات الكنيسة المقدسة المحرقة لتكون ذكرة للاجيال القادمة بما فعله الغرباء بمقدساتهم بالرجاء نزرع وبالفرح نحصد ونتمنى ان كل كل كنائسنا وجوامعنا وكل صروح حضارتنا ترجع وتعطينا الشهادة بان هذا الشعب يحب الحياة في باحة الكنيسة عزفت الجوقة موسيقاها واطلقت مئة البالونات احتفاءنا بهذه المناسبة واستدعوات ان تعمى وحدة الصف بين مكونات وطوائف الشعب بعيدا عن الفرقة والتشطي نتمنى انه يعمل امن والسلام ويتعمرون جميع المناطق ويرجع الوضع مثل احسن وقبل ونتمنى انه ما يصير فرق اكثر من الف عائلة مسيحية عادت الى بلدة برطلة من اصل 3000 عائلة كانت متواجدة قبل احداث 2014 بحسب احصائية حصلت عليها الحرة من شخصيات مسيحية رسمية من برطلة شرقية الموصل الهيثم احمد الحرة